مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه مستمرين في تسليط الضوء على ما قدمته الإذاعة المصرية على مدار سنوات في مسيرة عطاء انطلقت هذه المسيرة مع أول صوت لهنا القاهرة ضفنا النهاردة هو صاحب صوت إذاعي مميز لا تخطئ أبدا أي أذن فيه هو عاشق للغة العربية لدرجة تقديمه لأكثر من عشرة برامج طوال مسيرته لخدمة اللغة والشعر والأدب حاول رموز الفكر والفن والسياسة في مصر والوطن العربي من نزار قباني لمحمد حسنين هيكل وصلاحة بوسيف وعبر الشريف ضفنا الإذاعي القادير والإعلامي الكبير الأستاذ حازم طاها مستشار التدريب والانضباط اللغوي في قطاع أخبار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صباح الخير يا أستاذ حازم صباح الخير يا أحمد وكل السلام طيب وسعيد بهذه الاستضافة في القناة الأولى قناتنا العزيزة الغالية يعني حاجة تضيف عزيز وصاحب مكان مش هلقول بقى ضيف يعني ويمكن أنا عندي نوع من أنواع الريبة شوية وأنا بأجري لقاء مع أحد الرموض العظام ورائد من رواد الإذاعة المصرية لكن أريد أن نعرف من حضرتك البداية البداية هي بداية كل عاشق للميكروفون عاشق للإذاعة يعني هذا العاشق كان عندي منذ الطفولة يعني منذ بدأت الحياة في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كنت عاشق للإذاعة كنت في المدرسة يطلقون علي مدير الإذاعة لأنه كانت غرفة الإذاعة أنا اللي معايا مفتحها وجهز الكلمات الصباح وأعمل نشرة راه على الطلبة في الطبور فكانت عاشق قديم فضلت أحلم به إلى أن تحقق طبعا كان في دهني رواد إذاعيين كبار منهم مثلا المأمون أبو شوشة اللي هو يبقى ابن خال والدتي يعني في مقام خالي كان بيقدم برنامج صباحي من أشهر يمكن إحنا دلوقتي في صباح الخير يا مصر هو أول برنامج صباحي قدم في الإعلام المصري في الإذاعة المصرية اسمه صباح الخير هو ابتدعه المأمون أبو شوشة وعندما رحل شابا في عمر 34 سنة تولت بعد كده أستاذتنا سامية صادق تقديم هذا البرنامج هذا البرنامج الصباحي هو من معالم الإذاعة المصرية ومما شكل وجدان الجيل جيلنا لأنه كانت الإذاعة ما كانش فيه غيرها يعني أنا عجوز شوية كانت كنت مع الإذاعة قبل 61 قبل ما يولد تلفزيون كنا يعني حياتنا كلها مرتبطة بهذا الصندوق السحري اللي موجود في كل بيت وموجود دلوقتي برضو بشكل الديكور المنزلي القديم ثقافيتنا كلها كانت منه وجداننا كله تشكل فيه صحيح بدءا من برنامج صباح الخير وانت ماشي بقى طول اليوم برامج الإذاعة الثقافية الدسمة المنوعة اللي قدمت كل ده كل ده شكل وجداننا وخلنا نعشق هذا الجهاز السحري وهذا الميكروفون الجميل اللي فضلت أحلم به حتى التحقت بالجامعة ودخلت امتحان المضيعين بحسب معلوماتي ان امتحان المضيعين الخاص بحضرتك استمرر لمدة سنة تقريبا يعني هو حوالي من ستة إلى سبع شهور ده بيؤكد ان اختيار المضيع لم يكن أمرا هينا طبعا فكرة المعلومات العامة الثقافة اللغة حتى قبل المعلومات العامة يعني انت بتخش فيه اختبار صعب وهو انك بيقدم لك امتحان تحريري عبارة عن صفحتين فلوسكاب واحدة لغة انجليزية واحدة لغة عربية مطلوب منك انك تعمل ترجمة من اللغة العربية إلى الانجليزية ومن الانجليزية إلى العربية في الثلاث ساعات دول طبعا لا يمكن واحد زي لسه متخرج من كلية دار علوم واللغة الانجليزية عندي ما كانتش كما ينبغي لأنهم احنا ما كناش بندرس في المدارس العادية لغة انجليزية متينة يعني انا كنت يعني مترقب هذه الفرصة بس حالك استعديت لده نعم بنتحقك بالجامعة الامريكية مع دار علوم طبعا كنت مستعد تم ذاكرة لازم تعليمنا من الاسادة زي حضرتك كده اهربوا عليك وانا احب كده الموديا انا بشوف الاجيال انا بادربهم بقولهم كده اول حاجة تعملها ان تكون مثقفا ومطالعا حتى لما كنوا مستضيف حتى بقى مذاكروا صحيح يعني الناس الكبار يقولك انا كان عندي مذاكرة قبل ما اخش اللقاء ده ده مهم جدا صحيح فالمهم ان انا فعلا كنت بروح الجامعة الامريكية اخد انجليزي جنب اللغة العربية بتاعتي وامكنتني فعلا من انا اكتاز هذا الامتحان لان ده كان يعني زي ما يكون فلتر حتى لو صوتك رائع لو اداء اداءك اللغة العربية هيل لكن بتصطدم الاول بالترجمة ليه لان انت مش محتاج الترجمة وانت بتقرأ نشرة اخبار عربية لكن انت لازم يكون عندك القدرة على الاداء الصوتي في اللغات الاجنبية جالك اسم بلد اسم دولة اسم رئيس ما تتعصرش فيه لانك عندك يعني خلفيات الاداء الاكسوم بتاع اللغة العربية الانجليزية او اللغات الاخرى بحيث انك تقدر تؤدي كما ينبغي فاللغة مطلوبة فهم كانوا بيعملون لنا امتحان ده هو الفلتر الاولاني يعني دخلنا كنا حوالي 1200 الدفع دي الكلام ده كان سنة 73 يعني في ايام يعني دخلت المبنى ده 73 ايام الحرب اكتوبر احنا عملنا الامتحانات دي في هذه السنة صحيح والتحقت بالعمل الاداء 74 74 صحيح يعني النهاردة احنا في 89 سنة دول انا ليه فيهم 49 ربنا يا ربي يعني ديك العمر كله نستمتع دايما باعمال حضرتك هكي يعني في مسيرة قدمت فيها العديد من الاعمال الاداء ويمكن بداية دخول حضرتك للاداء كنت تتمنى ان تدخل اداعة الشرق الاوسط لكن دخلت البرنامج العام قارئ نشرة هو طبعا الفكرة كانت من اللجنة تسألتيني عن اللجنة والصعوبة الامتحان اللي استمر ست سبع شهور الامتحان التحرير اللي انا اتكلمتك عنه وبعد كده بقى فيه بعد ما تنجح طبعا ما كانش فيه لسه بقى لواتساب ولا موبايل ولا كلام ده تنتظر الى ان يصلك خطاب البريد في البيت يقولك انت اجتزت الامتحان الاول ويحدد لك موعد الامتحان التاني تيجي بعد ثلاث شهور وبعد شهرين وهكذا يعني فكانت اللجنة يعني عمالقة يعني شوف بابا شارو حمد محمود شعبان صفية المهندس دكتور مهدي علام العلامة الكبير حافظ عبدالوهاب اللي كان رئيس زاعة اسكندرية اقولك اسماء اللي هي يعني اساسيات اللي كونوا تاريخ الازع قاعدين قدامك وانت مطالب منك انك ترتجل وتتكلم وتقول فبابا شارو كان يدعبني يعني فبيقول لي انت خلاص في الامتحان الاخير بقى اللي هو المنقبلة يعني اعتبر لهافسك ناجح معنا انت بتفضل تشتغل فين انت سميع ازعي يعني قلت له اه بس مع كده وكده قلت له نفسي اروح لازعات الشرق الاوسط قالي لا انت تقارئ انت في البرنامج العام لان انت قارئ نشرة لان البرنامج الصوت في الشرق الاوسط بيقروا اخبار ولكنها اخبار خفيفة وخمس دقائق وكده لكن النشرة الاساسية الرئيسية هي نشرة البرنامج العام نشرة اثنين ونص هذه هي النشرة المقدسة اللي بدأت مع ارسال الادعاء في 34 حتى اليوم هي النشرة الرئيسية التي يعني تعبر عن مصاري الدولة يعني احداث الدولة كلها تترجم في نشرة اثنين ونص فحنا حتى لما بنبدأ مسيرتنا في الازعاء اللي بيوصل بقى يقرأ نشرة اثنين ونص ده يبقى خلاص وصل الى القمة نعم فهو قالي انت مكانك نشرة الاخبار فهو هو اللي وجهني يعني بابا شارل اختار لي اني اكون في البرنامج العام طيب انا عندي قنعات وممكن حالك تصحح حالي ان كل مذيع من الممكن ان يكون مذيع لبرامج ولكن ليس كل مذيع برنامج يستطيع ان يكون قارئ نشرة والعكس صحيح يعني مش كل مذيع ببرامج يقدر يقرأ نشرة ومش كل قارئ نشرة يقدر يعمل برامج يعني فعلا الاثنين دول يعني بيندوروا شوية وهو موجودين كتير لكن قلمة انك تلاقي اجمع بين الاثنين بشيء من الحرفية والبراءة انا بحمد الله اجمعت ما بين الاثنين استطعت فعلا اجمع بين الاثنين وانطلقت في برامج عديدة يعني من حالة مبكرة جدا يعني انا مثلا دخلت الاثنين ع 74 كنت 75 بعمل برنامج اسمه اضواء على الماضي اضواء على الماضي ده انا يعني ابتكرته كده انا وزملتي ضفعتي سهام كمال فالفكرة ان احنا اخترنا الاسماء اللي هي تقاعدت ونروح لهم ونسجل معهم فعملت حلقة تسكرية تاريخية مع الفنانة رجاء عبدو اللي غنت مع محمد عبدالوهاب في افلامه وهي قاعدة في البيت ما بتعملش حاجة فانروحنا لها وسجلنا معاها وعملنا حلقات في منتها الجمال وحنا لسه بنبتدي الحياة وانطلقت بعد كده طبعا نقدم هذا المساء دخلت على اول الطلبة دخلت على بعد كده قطوف الادب من كلام العرب اللي كان بيقدمه استاذي صبري سلامة ابتكرت بعد كده اضبط لغتك اللي كانت برضو فكرة اللي كان عاوز يعملها الاستاذ عمر بطيشة يعني كان فكر نطور قول ولا تقول فاخترنا نعمل فدي من البرامج الجميلة جدا اللي تعملت سيد عمر بطيشة يعني صاحب فضلة علي أنا شخصيا برضو لان احنا تعلمنا على اه لا هو طبعا محاور من اشهر محاوري صحي الادعاء طبعا فكرة ان انا اقدم برامج يعني تبلورت عندي في مجالات عديدة يعني انا شغلت صحافة شغلت صحافة في مجالة كل الناس فترات طويلة ومن خلال هذه الصحافة حورت يعني ناس من العمالقة الفكر والفن والأدب حتى الرياضة يعني الرياضة اصعب حوار كان قدام حضرتك او واجهك اثناء يعني كان حوار عمر الشريف ده كان الاصعب بالنسبة لحضرتك كان الاصعب اه لان هو كان في اواخر عمره يعني مش يعني مش في الاواخر قوي لكن كان عصب شوية وصعب خروج الكلام منه مش بالعمر الهي اه سهولة انك تقعد يعني تهزر معاه او تاخد تدي معاه فتلاقيه يعني زي متانشن شوية يعني انا لو تسألت السؤال ده هقول حواري مع اوستاذ حازم طاه لا 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 يعني انا انا حاسس اننا نهاردة في اختبار لا لا بالعكس اما اكمل عملي كموذية او خلاص بقى اتوقف عند هذا القادر يعني انت موذية جيد ومذاكر وعرف ربنا تعمل واجباتك كما ينبغي هو ده اللي احنا بنقوله يعني انا انا دلوقتي عندما امارس التدريب اول نصيحة ابقدمها للمجموعة اللي بعد ادربها لاول مرة اقول له انت يعني عندك محورين الثقافة واللغة والصوت والاداء يعني دي سكة ودي سكة لازم تجمع باللتنين والثقافة دي اساسية تماما يعني ثقافة الموزيع دي حتى انا كنت بكتب مقالات برضو يعني ليه في الكتابة الصحفية كان ليه مقال مشهوري اوي اسمه وظيفتك كشكول وظيفتك كشكول يعني ما هو الكشكول الكشكول هو الكتاب الجامع لكل الفنون والاداب فانت وظيفتك انك تكون عارف كل حاجة يعني او عارف شيء من كل شيء مش لازم تكون متبحر فيه قوي لكن لازم يكون عندك مجموعة من المعارف والثقافات بحس انت لو قعدت مع نجم رياضي تتكلم معنا دي اول نصيحة اللي بناخدها من هذا المبنى تحديدا في مسبيره وفكرة اللي انت لابد ان تكون يعني على علم وضراية بشيء من كل شيء بالزبط بس عاوز اسأل حضرتك هل النشأة من بيت له خلفية اعلامية بتفرق في حياة المذيع لان انا عارف ان برضو حضرتك والد المذيعة العزيزة وزميلتنا اللي يعني بنتشرف بيها طبعا صار حازم هل النشأة بتفيد اكيد طبعا يعني انت هي واحدة من اول ما تولدت وهي شايفة باباها بيقوم الفجر يروح الازاعة وطول اليوم هناك وكنا احنا طبعا العمل الازاعي يستغرقنا ممكن نقعد يوم كامل المبنى ده كان عشقنا يعني ممكن نقعد هنا من الصبح نمشي بعد المغرب رغم ان ما عندك الشفت لكن عندك حاجات وحيانا بمبيت فيه اه يعني فعلا كان عشق فهي اتولدت شافت ده فهي بالتالي على طول عايشة في الجو لدرجة ان هي واخوها سامر الاتنين كانوا يعودوا يعملوا برنامج برامج مع بعض يمسيقوا الكاسد ده ويعودوا يسجلوا مع بعض وهو هي تستضيفه اهو يستضيفها ويعودوا يعملوا برامج طبعا حتى سامر دلوقتي هو مهندس لكن في امريكا احترف حكاية التوك شو يعني بيعمل برامج هو دلوقتي ستند اوب كوميدي يعني برضو الفكرة في دماغه رغم ان هو متخرج من الهندسة لكن فكرة الاعلام والازعاء كانت هواية مترسخة جواه ففعلا زي ما انت بتقول البيت خلك ادك هزا الجو انك عاوز تخش في الخط ده مش شرط تشتغل فيه قوي نصحت بها سارة اول يوب عامل كانت ايه النصيحة اللي حكنا نصحت بها سارة اول يوب عامل كانت ايه هو كل النصيحة انا بنصحها لكل الناس يعني انك بار انك تقري حتى من غير ما انا بنصحها هي قريقة وده عاشقة للقراءة بالزبط على فكرة هي فعلا الجو العام بيخليك تعشق هذا الشيء لما تطلع كده تلاقي في بيتك مكتبة ضخمة وفي كتب وفي حد بيقرأ والجراء دي مقدسة فهي سارة وكذلك كان سامر سامر طبعا في عندي بعد كده صغيرين يارى ودونيا يعني الاهتمامات قلت شوية مع الجيل ده لكن هما جيلهم كانوا عاشقين للقراءة سارة كان الكتاب لا يغادر ايدها حتى هي قعدة على الفطار يعني الكتاب جنبها كده وهي دلغاية دلوقتي الكتاب معها وهي رايحة جاية على طول يعني فالثقافة دي أساس أساس عمل أي إعلامي صحفي مديع مقدم معد كل النازل لازم يبقوا عندهم اطلاع دائم يعني أنا بتألم جدا لما لاقي واحد مثلا بيحاور وهو مش مدرك أدوات الحوار ومش مدرك أبعاد الشخصية اللي هو قعد بيتكلم معها كل ده شيء من الخلل في التدريب أو في الإعداد ولذلك أنا بحريس جدا أنا لما أدرب ناس لازم أديهم كل هذه المبادئ والخبرات اللي أنا أخذتها من أسات زيتي نعم إيه أكبر تحدي واجه حضرتك أثناء إسناد مهمة تدريب المدعين الجدد في قناة كبيرة زي قناة القاهرة الإخبارية يعني أنا أعرف أن حضرتك مستشار التدريب والانضباط اللغوي في قطاع أخبار الشركة المتحدة هل كان ده تحدي ولا أثناء هو تحدي طبعا تحدي طبعا يعني أنا أعدت الأول مع الأكسترا نيوز وحاليا فيه أكسترا لايف ومع انطلاق القاهرة الإخبارية توليت الجلسة معهم طبعا هو التحدي كان فعلا مع الأكسترا نيوز كلهم يعني شباب صغيرين وكده ويعني ما تفهم معهم كويس قوي القاهرة الإخبارية كانوا معظمهم قامات كبيرة وخبرات طويلة صحيح يعني يعني مش مثلا لسه محمد عبد الرحمن مونة شكرا وكامر حانفي الناس دي اشتغلت سنين طويلة يعني هما هما نفسهم يدربوا صحيح يعني أنا بقيت فعلا يعني متوجس كده وأنا بقعد مع الناس دي طبعا أنا يعني هما عارفين قوي أن أنا قديم يعني لكن برضو انت يعني فكرة فكرة أنه يكون فيه حد بيدرب ناس يعني فكرة أنا أشكر أستاذ أحمد الطهري لأنه هو صاحب هذه المبادرة يعني هو عمل مبادرة ما حدش عملها قبل كده إنك تأسيس تتفق مع واحد عنده هذه الخبرة إنه يدرب ومش يدرب في دورة ويمشي لأنه احنا تعودنا إيه دورة تدريبية في معهد الإزاء والتلفزيون وتخلص لكن تدريب المستمر تدريب المستمر ده شيء فعلا أساسي ومهم للغاية يعني إحنا نبرح كنا بنتكرم في الهيئة الوطنية للإعلام ومع الأستاذ حسين زين قلت له نفس الكلام قلت له يعني مبادرات التدريب المستمر موجودة زي ما حشوفنا كده شفت اللي إحنا افتقدنا دلوقتي يا أستاذ حسين يعني المابلة ده أولى بيها ما هو ده سؤالي لأن أنا أنا كنت واحد من الناس المحظوظين اللي أنا تدربت في معهد الإزاء والتلفزيون على إيد قامات بس وعاد إزاء التلفزيون زي ما قلت لك بيدي دورات صحيح مش تدريب مستمر إحنا عندنا هناك تدريب مستمر يعني أخذ مثلا أكسترا شوية وبرائح واخش على لايف عادنا مع القاهرة شوية وفكرة المتابعة والوقوف على البعض الضبط وبعدين أنا مسؤول برضو بلاحظ من على الشاشة بعض الأداءات إذا في قصور بحاول نقعد معهم تاني عشان نطور لأن الاستمرارية هي أهم حاجة نعم أخيرا الرسالة التي تقدر توجهها لمذيع مصر والوطن العربي تحديدا في عيد الإذاعة المصرية الرسالة التي وجهها أنه فكرة أنك تبقى مذيع ما هيش دي فكرة أنك يعني عندي كتبت مقالة اسمها المذيع بالقوة والمذيع بالفعل كتبت مقالتين اسمها مذيع بالسليقة يعني إيه يعني عاوزت يشتغل المهنة دي لازم تكون عندك السليقة الفطرة الرغبة أنك حابب هذه المهنة مش جاي تشتغل في المهنة دي عشان يقول عليك موزيع وطلع صورتك لا إذا أنت زي ما احنا كده عملنا إحنا كنا دخلنا هذه المهنة حبا ورغبة فيها حتى لا نبحث عن مكافأة ولا مال وكل من أخذ ملاليم لكن عاشقناها فأنا النصيحة اللي أقولها يعني إذا فعلا عندك رغبة تبقى تشتغل فيها دي المهنة تأهل نفسك لها ويكون عندك الفطرة والموهبة والقدرة ما تجيش تفرد نفسك تبقى عندك عيوب نطقية وعيوب صوتية وتقول لأ أنا عاوز أمود يا لأ أنت لازم يكون عندك المؤهلات الأساسية وانت بقى تنميها وتشتغل عليها زي بنقول لكل أنت اشتغل على نفسك حب ما تفعل والتدريب والتأهيل المستمر الصوت والأداء والإلقاء وكل حاجات دي واللغة كل دي أدوات لازم تكون عندك صحيح يعني الإذاعي الكبير الأستاذ حازم طاب نشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر وكل سنة وحضرتك طيب وكل بتابعك ومن الناس المميزين وإن شاء الله كده يكون لك شأن كبير يعني شهادة عتز بها من أستاذنا في هذه المهنة طبعا شكراً أستاذ حازم كل سنة طيبين كل محايا بصحة وسلام